من الأسباب التي تفسد الصوم الأمور التي تفسد الصوم منها الأكل والشرب عمدا أن يتعمد الإنسان أن يأكل أو أن يشرب في نهار رمضان أو في وقت الصيام سواء كان صيام رمضان أو غير رمضان الأكل والشرب عمدا هذا يفسد الصيام لأن الله عز وجل لما شرع لنا الصيام قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الخيط الأبيض هو بياض النهار والخيط الأسود هو سواد الليل ثم أتم الصيام إلى الليل والمقصود بالليل هنا هو غروب الشمس وغروب الشمس المسلم مأمور أن يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فمن أكل أو شارب أو دخل جوفه آخر زي مثلا السجائر والتدخين وما إلى ذلك زي الصعوط اللي هو يسموه في الفلاحين النشوق كل هذا يفسد الصوم يفسد الصوم من تعمد أن يفعل ذلك لكن من أكل أو شارب ناسيا ناسيا ليس متعمدا فهذا يتم صومه وصومه صحيح وليس عليه قضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شارب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه الله الله فإنما أطعمه الله وسقاه هذه رخصة من الله عز وجل منحة كأن الله عز وجل هو الذي أطعمه وسقاه جعله ينسى حتى يأكل أو يشرب فهذه نعمة من الله عز وجل الإنسان إذا تعمد الأكل والشرب فسد صومه إذا ناسيا فأكل أو شارب ثم تذكر أو ذكر الله أنت صايم فتذكر أو ذكر فهذا يمسك وصيامه صحيح لأن النسيان حزر شرعي ولأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وهذا طبعا سواء كان مقصود به صيام رمضان أو صيام النافلة الأمر الثاني أيضا أو من جملة يعني ما يبطل الصيام تعمد القيء إنسان تعمد أن يستقيق وضع أصبعه فيه فيه ليخرج ما فيه جوفه هذا يفسد صومه أما إن غلبه القيء فلا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء يعني غلب ونزل غصب عنه من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء يعني عمدا فقد بطل صومه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقى الآخر من مبطلات الصيام نزول دم الحيض أو النفاس المرأة صائمة ففاجأها دم الحيض أو دم النفاس مجرد نزول دم الحيض أو دم النفاس فقد فسد الصوم وخلاص لا يصح أن تكمل صومها وعليه قضاءه هذا اليوم طبعا الأيام التي تليها ولا تظن المرأة أنها إذا أمسكت تقول لا ما يصحش وعيب وكلام من ده هذا إيه تشدد في غير موضعه تشدد في غير موضعه المرأة الحائض إذا صامت لا يصح صومها ولا يقبل منها بل إيه يحرم عليه أن تصوم يبقى مجرد ما تجد نزل عليها دم الحيض أو دم النفاس تبادر بالفطر ولو تنفيذها للشرع ولو أن تجرع جرعة ماء يسيرة مش عايزة تأكل ماذا أكل شيء لكن ولو شيء يسير تنفذ الشرع والسيد العشية تقول يعني كنا يعني يصيبونا ذلك فنفطر ونقضي ما أفطرناه تخبى الله منكم كل عامل وأنتم بخير اشتركوا في القناة